اذا احنا بفصل الشيطاء الحال برد وبالتالي جسم دينا كيحتاج للطاقة اكبر هالطاقة كيستمدها بشكل اساسي من البروتينات السكريات والدهون بالنسبة للاغذية اللي غد فيدنا كتر في هاد الفصل هذا لان القطاني تجيب لنا في نفس الوقت البروتينات والسكريات البطيئة تجيب لنا ايضا املح معدنية اخرى بحل الحديد الزنك الى اخره الماكرو تلت اللي هو الليبيد او الدهون هنا يكن ديرو حد الخطأ بعد الاحيان لانك كان كتر من المقليات ولا يعني الدهون المشبعة ولا الدهون اللي ماشي صحية لانك من الاحسن ننتاجه اكتر لتناول الزيت مثلا زيت البلدية ولا زيت ارغان الى اخره حاجة اخرى اللي غد نفعنا في هذا الفصل اللي هي الفواكه والخضر من الاحسن تكون متنوعة وتكون ديال لسيزون يعني ديال الفصل تكون يعني الطابق يكون متنوع من ناحية ديال الالوان يعني تكون الفواكه اللي لون ديالها برتقالي اخضار جميع الالوان نفس الشيء بالنسبة الخضر هاد الفواكه والخضر تيجيب لنا فيتامينات واملح معدنية اللي مهمة بزاف الجسم خصوصا من الكبرد الحال وخصوصا نعود نأكد يعني الفواكه والخضر الموسمية ديال هاد الموسم دونك تيجيب لنا فيتامين سي تيجيب لنا السيلينيوم الوزنك الخضر والفواكه تيجيب لنا فيتامينات واملح معدنية اللي كتحفز الجهاز ديال المناعة وكتقينا من امراض كتيرة اللي كتجي معا يعني مع هاد الفوصل اللي كتكون بارده بحال الارواح بحال مثلا حاليا كين فيروس كورونا اللي كنحتاجوا دابا المناعة تكون يعني محفزة انا ايضا توابيل لنك خصوصا الحارة بحال البزار الهريسة الجنجن بخصوصا الى كنتري لنك هادو كاملين والتوابيل كامل بشكل عام تيحفزوا لاسيخولاسيون صنغين والدورة الدموية باش ان الدم يوصل الجسم كامل خصوصا الاطراف اللي دين ورجلين اللي بزاف دين نفس الناس من اللي كي برد الحال مكي حسو بيهم باردين حاجة اخرى اللي كن اغفلو اليها هي الما دونك او السوائل من اللي كي برد الحال ما كان بقوش نشربو السوائل بزاف اه 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 االو بنيس بالاتاي القهوة هادو مزيانين ولكن ما نكترش منهم لان عندهم كنسميه عندهم 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 انفة ديوريتيك يعني كي يحفزوا الجسم انه يتخلص من السوائل وحنا بالعكس كنحتاجوا أن الجسم يحافظ على السوائل اللي فيه ما يخرجهاش. هذا ما تعنيش بأننا ما نتناولهم شغير نتناولهم باعتدال. بزاف ديالناس أيضا كيلتاج أول الأعشاب في هاد الوقيته. نحاولوا ما نكتروش بزاف من الأعشاب خصوصا تخليطات يعني نخلطوا بزاف ديال الأعشاب. الحوايج اللي إحنا موالفين بهم بحال الزعتار بحال الخرقهم مع الحامض إلى آخرين هادو حوايج مزيانين. حاجة أخرى اللي كان نغفلو عليها وهي الحركة. دون كما كان بقاش نتحركوا. كانوا ليوا سيدانتير بزاف. وهدي شي حاجة اللي تقدر مع الوقت تؤدي الزيادة في الوزن أو المشاكل مع ديال القلب والشرائي. خاصة تحركوا سواء كان الحال سخون أو البارد. الحركة أو الصبغ أيضا تحفز دورة دموية. ودي شي حاجة اللي كان نحتاجوها بزاف من كيكون الجو بارد. لأن الجسم كي يصعيب عليه أو كيركز الدم كي يدخوف في الأعضاء الداخلية القلب والرئاتين إلى آخرين. وبالتالي الأطراف صفلة أو العليا ما كيوصلهاش مزيين الدم. وخاصنا أي حاجة اللي تحفز لنا الدورة الدموية باش الدم يوصل لجميع الخلايا. وما يعطيناش مضاعفات من بعد. موسيقى موسيقى